بحضور الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح وكبار المسؤولين بالدولة ورجال دين مسلمين ومسيحيين ألقى غبطة البطريارك رفايل ساكو كلمة خلال الاحتفال الرسمي الذي أقيم في بغداد بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان قال فيها لقد خلق الله البشرة حتى يكونوا أخوة وأخوات بعضهم لبعض ليعيشوا في فرح وسعادة داعيا أبناء المجتمع لأن يغيروا أحكامهم ومواقفهم ويحرر أفكارهم من الأمور التي تتعارض مع الوصاية الإلهية وأشار غبطته إلى أن المسيحية تشدد بالأساس على المحبة والإسلام كذلك على الرحمة ومن هنا دع البطريارك ساكو إلى ضرورة تنقية الخطاب الديني من المعلومات المضللة وانتهاج الفكر التنويري بدل التكفيري ونشر رسالة الوئام عبر الكنائس والمساجد والمعابد